يعني هو شخص قال أعتقد أنه لماذا تتراء كروية لا أبداً لا تتراء كروية هم فرضوا قناعة كروية الأرض عن الناس ومشت نعم نعم لأنه حتى تصميم المجموعة الشمسية ليس حقيقي هذا يعني هذه الشمس الكبيرة والأرض الصغيرة أبداً ما فيه أي حقيقة هذا هذا فيه سبب تصغير الأرض امتبهوا تصغير الأرض هذا فيه سبب جداً مهم يعني لماذا صمموا المجموعة الشمسية بهذا الشكل الشمس كبيرة جداً وحتى قانون الجاذبية محقيقي هذا بالمناسبة أبداً سقوط الأشياء ليس بالجاذبية أبداً أبداً إطلاقاً أيضاً هذا هم فقط يعني قالوا صدقوا 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 وخذتها الناس لكن أريد أن أرجع إلى شيء مهم لماذا رسموا وأقنعوا الناس بكروية الأرض ووضعوا هذه الصور يعني شمس كبيرة والكواكب جداً صغيرة السبب من الغير المنظور لأنه عندما تبني الاعتقاد أنت محاصر لأنه هذا يعني أنت دائماً عن طريق هذه الخارطة اللي هي المجموعة الشمسية ما هو الاعتقاد عندك يكون أنت محاصر ما عندك قرارات الكون عشوائي أنت لا أحد يكترث بك نعم لأنه أنت تحس تحس فهم يريدوك أنك تحس ما عندك قوة عندما تعكس وترى الأرض مسطحة وترى الشمس صغيرة واللي هي حقيقتها الشمس مش كبيرة الشمس جداً صغيرة عندما ترى التسطحية بمعنى فضاء الفرص الكبيرة عندما ترى الكروية الفرص تتحدد نعم كروية الأرض يقوم بتحديد الفرص انتبه انتبه المسألة أعمق المسألة أعمق أعمق المسألة تخص الترددات لأنه هذا كون موجي كون ترددي عندما ترى الصور هذه شمس كبيرة وتسمع حتى جفف المريخ المريخ حقيقته كله شعوب وكله مدن هذا مو حقيقي جفاف المريخ ولا حقيقي أنه الشمس كبيرة لكن الاعتقاد بالنسبة لهم الاعتقاد طاقة فعندما أنت تعتقد بشكل الشمس كبيرة والأرض صغيرة والأرض كروية وأنت والمجموعة الشمسية والكواكب خاضعة لقانون الشمس وقانون الجاذبية أنت خسرت كل قوتك لأن أنت أعطيتها للآخر هو هذا هاي الغاية نعم هي هاي الغاية الغاية تجريدك من القوة الإلهية هذا المفهوم كل المفاهيم التي تدرسوها يعني من الماتريكس لتجريد الإنسان من قوته أعطيكم مصدر من الخبراء الرائعين في إثبات تسطحية الأرض وهذا نقول المناظلين مش فقط الخبراء والأقوياء حتى عندوا تطبيق بالمناسبة وريد أنGOوضح لكم شيء شبابنا عنده تطبيق بالآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه هذا التطبيق في برامجه ومقابلاته هذا مشهور جدا عالميا بتسطحية الأرض وعنده مقابلات كثيرة ورائعة ومن خلال هذه المقابلات يعطي الدلائل والإثباتيات حول تسطحية الأرض فقط أنا معاكم هيكي أعمل لبرامجه وحتى ممكن هيكي تعملون يعني هذا الفلتريشن وتعمل سيرت تمام فهو أيضا يشير إلى ليه هم قاموا بتكوير الأرض من أجل تجريد الإنسان من قوته هذا هو أيضا يقولها بالمناسبة مثلا هذا لاحظوا في Flat Earth Dave Interviews هو متعارف على اسمه Dave هذا مثلا يعني بصوا عنده مقابلة مهمة أيضا القناة مهمة جدا اللي هي اسمها Age of Truth TV Age of Truth هذا الموقع وهذه الانتروفيو David أوكي Flat Earth أي عزيزتي أنت اتصلت الآن بعائلتك الكونية حول تسطحية الأرض تمام؟ عائلتك من الاندروميدان أي أي ماذا قالوا؟ قالت عائلتي أن الأرض مسطحة أي كما نحن ورضحنا تماما؟ يعني كما قلنا أي أي صحيح وموضوع أن الأرض مسطحة كان معروف للجماعات البشرية قبل عصرنا الحالي أي العصور القديمة كانت متركة وكانوا على معرفة أن الأرض مسطحة يعني وعيهم يعني المرتبط فينا هناك بشر ونحن كنا على وعي يعني يقول أن البشر قبلنا كانوا بوعي تام أن الأرض مسطحة للبشر قبلنا أما الآن فقط هي مجرد فبركات مش قصة فبركات قديمة جدا من الدراكونيز لكن قالوا في مجمعات سرية المجتمعات السرية تسمى أيضا المجتمعات السرية فقط وللتوضح واي قالوا مجتمعات ومجموعة سرية هكذا يعني تروج لفكر محدودية الأرض يعني حتى ما قالواAN كروية الأرض محدودية الأرض لمحدودية طاقتنا ومحدودية واعينا أكثر هكذا السلام في الإجابة فغريب بستاذي يعني كيف أنا يعني أنا الديلمة اللي كانت مدين أنا كروية مسطحة كان بالنسبة لي أنه الصح أو يعني ما بكون صح أو غلط يعني هو حقيقي أو لا يعني ما كنت مدركة فقط هو يعني إذا كانت الإجابة صحيح وانا أصدقها لأن مصدرها بنسبة لي هو مصدر محق وعائد في الكونية أنه لماذا الآن في الحقمة الأخيرة فقط تم الترويج لكرويتها يعني الأجيال السابقة من البشر على حسب المعلومة أنه يعلمون أنها مسطحة لماذا الترويج الآن أنها كروية مهوى حتى وضع الماتريكس نحن كما وضحنا مرة أخرى الكروية التصغير تصغير الوعي أنه أنت يا إنسان محاصر والمجموعة الشمسية حتى هي هاي الشمس الكبيرة خاطئة فأنت في داخل كرة أنت في كرة يعني أنت ما عندك القدرة على أنك تخرج ممكن حتى من المجموعة الشمسية وليس فقط هذا أيضاً هي البقية يعني بتاع أنه يعني مثلاً داروين ونظرية النشوء أنه الإنسان كان سمكة كله ما هو المعنى المعنى أنه يا إنسان أنت ما عندك قوة هو هذا الذي يريده فهي المسألة من الغير المنظور لأنه هذا كون الترددات كون موجي حيث أنت عندما تبني وعي كروية الأرض يفرق هم يعرفون هذا يفرق فيه فرق في حين عندما تبني تسطحية الأرض تتحرر التسطحية يعني أنه أنت في فضاء مفتوح جرب الآن أن تجربوها أنت ابني صورتين صورة الخريطة بتاع كروية الأرض والمجموعة الشمسية الكبيرة إيش تشعر بنفسك ماذا تشعر تشعر الصغر وابني العكس أنه الأرض مسطحة والشم صغيرة تجد نقول الانبساطية بالفكر أو الاتساعية بالفكر وهذا مهم هذا أي أستاذ ها عزيزتي فقط أردت أنا وضيف من يعني في قليلة العلوم بالسقص هوني معناه في تونس فتم باحث مرة حدث لأ نظر الدكتورات الأرض مسطحة وكان الهدف من النظرية أنه هو يعيد قال أنه يريد إعادة نظرية دوران الأرض حول الشمس يعني هو الباحث هذي هو مجمع ولم يسمح له بتمثير حسرته طبعا فعلا حدث كثيرا للباحثين إيه وظلمة يعني ظلمة كبيرة صحيح قاموا بإنجاز تقرير يعني وعدوه من جبوه في الأخبار الرشاة الرئيسية للأخبار والجميع يضحك وقاموا ب يعني فتح تحقيق بشأن يعني كيف تقول أنه الأرض مغضحة أي فقط يعني ذكرتني في موضوع أي والجميع يضحك يعني كيف تقول الأرض كراوية والأمر محسو لا الأرض مش كراوية الأرض الأرض بس أريد أقول لك الأرض مثل قديمة أنا في المدى لا هو هو مثل أي ما هو مثل الدين هو فقط قال تعال صدقنا فقط هيك وبدأوا ينشرون الكراوية الكراوية فقط هيك يعني يعني تجيبون في القسم كرة أربية كرة أربية هذه الأرض كرة أربية أي ما هو في لا أنا أريد أن أصل لك بسبب أنه الكون أيضا مؤسس من كم أنت تعتقد لاحظوا القوة القوة قوة الاعتقاد كلما يضعون في وعيك إذا أنت تصدق أنت معزول أنت محاصر هو عن طريق هذه كراوية الأرض فأنت هنا تخسر القوة أي ما أبسس هو كل شيء مرتبط بالشيء الآخر تعرفون يعني الكون هو كله اتصالي فهو كل شيء في نقاشاتنا يعني الوعي الوعي مرتبط يعني نقطة تقفز أنت تجد نفسك إلى نقطة أخرى ونقطة أخرى تقفز إلى نقطة أخرى هكذا أي الآن تتصلين معهم الآن ما هي مسائل التي تسأل ما قلت حول الشمس ماذا يقولون لك حول الشمس بخصوص أول سؤال بخصوص الأرض أنها مصطحة أي تماما بخصوص الشمس ودوران الأرض على الشمس الأرض لفظه على الشمس أصلا لأنها مصطحة ولا تتحرك من مكانها الشمس قالوا لك لا تتحرك من مكانها الشمس لا تتحرك موضوع هي فبركات كانت بحسابات معينة نعم للتحكم في الشمس والقمر لتسريع الزمن على كوكب عفوا على الأرض في أي حسابات قزك يعني قزك حركة الشمس في أي حسابات قالوا لك في حسابات الزمن الزمن المفبرك في فبركات الماتريكس المعمول على الأرض هي فقط للزمن فيتحكمون في تسريع الزمن في مسألة حركة الشمس قزك اللي عملوها بالماتريكس نعم 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 فكلها سوف تنتهي يقولون أنها سوف تنتهي هذه قريبا نعم نعم لكن كل هذه الأبكار وكل هذه المعلومات سوف يتم اكتشافها من قبلنا يعني من قبل الناس صحيح والآن بدأ اكتشافها طبعا بيكون في وعي جمعي في الموضوع وحتى سرعة الزمن يعني كان في سؤالي أنه نحس أن الزمن جدًا سريع فكلها دخلت في بركات التسريعات مسرعات الزمن من قبل الماتريكس لكن كلها رح تتغير وتنتشف لنا طيب ماذا يقولون قمر مثلا لو تتصلين معه ماذا يقولون حول القمر القمر ليس كوكب اي تتصلني أنه ليس كوكب كيفية بالنسبة لمظلومة يعني طبعا لا مش كوكب قاله مش كوكب اي هو ليس كوكب القمر اي طيب يقولون هو انعكاس اي انعكاس لماذا كلمة الوحيدة عندي انعكاس اه ممكن انعكاس الار ممكن انعكاس الشيما اي هو انعكاس نعم يعني جدا هم معلومات بالنسبة لي جدا صاد مات اي طيب ممكن تسأل هل هنا كائنات لا تسكن في القمر لا توجد كائنات تسكن في القمر هل في السابق يعني كانت توجد لان هي اي اي اه القمر كانت عبارة عن هو ليس كوكب اي هو عبارة عن نفس مش ارض يعني لكن كاس مخلوقات هديما لكن الان لا يسكنها احد غريبة اول مخلوقات لا هناك هي هناك كانت مقرات للدراكونين والزواحب في القمر يعني ممكن تسأليهم حول هذا الامر اي في السابق يعني نعم اي اه كان القمر معسكر اي كان معسكر اي معسكر ماذا معسكر اي الان معسكر فارغ فارغ اه اي تم تفريغه اه تم تفريغه اي اه 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 عندهم عندهم قواعد تحت البحر تحت البحر والمحيطات في الارض ها هل يعرفون بهذا اي في تنظيفات توجد تنظيفات بالارض اي 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 تنظيفات متسارعة اه تنظيفات اي وتجويفات الارض هي ليس تجويفات كتجويفات سؤال تاتهم على الارض المجويفة وكذا يسد تجويفات استخدموا جوف في الارض او هم بنوا تجاويف ليست مجويفة ليست مجويفة هم قاموا بالتجاويف هم قاموا بهالتجاويف اه لاجل السكن لاجل المقوط في الارض صح اه لكن في عملية تنظيفات اي كذا يأتي تنظيفات ويعني لم يبقى الى القليل اما القمر اه لا يوجد به احد اي اي سي نبارك عائلتك الكونية كلنا نبارك رجان عائلتك الكونية من الدروميدا نتصل معاكم واستلموا يا كائنات الاندروميدا عوائلنا محبة الأكوان وخير الأكوان ونتصل معاكم من أرواحنا نرسل لكم محبتنا كلنا هكذا نقول كمجموعة نرسل لكم محبتنا رجان رجان نرسل لكم سلامنا وشعوب الأرض ترسل لكم سلامها والأرض ترسل لكم محبتها وسلامها واستلموا يا كاهنات لندروميدان استلموا محبة أبدية وخير أبدي وضو الأكوان يملأ مجتمعاتكم يملأ حياتكم اليوم وكل يوم آمين 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 طيب اسأليهم نحن كمجموعة ممكن كيف أيضا يعني نساهم ممكن في بناء مرة أخرى ولو إحنا سألنا هذا السؤال فقط حاول أيضا يعني نسألهم كيف نحن كمجموعة الآن مجموعة نساهم معاهم في البناء ماذا نفعل أكثر ممكن ممكن نفضلك رجاء أي عزيزتي أنت رسالة حق رسالة سلام تناغم تناغم مع ذات الارتقاء بالوعي حق وسلام لكن أساسا تبدأ من التناغم مع ذات للارتقاء بالله وهذا كذلك رائع جدا أي التسريعات الإيجابية اللي بتكون يطلبوا مننا أن نحب بعض أكثر أن نعيش بحض أن نعيش السلام لتسريع الارتقاء لتسريع السعود أي بالبعض الآلام أي كلما يعني عرفنا موضوع اكتشفنا ذواتنا وتنامغنا لعدواتنا بحق أي وبسلام آمين تتسارع الطاقات لأنه في رسالة جميلة وجد ترددات علوية باتجاه الأرض الله يعني الجميع يشتغل في التسريع خارجي أي وحتى الأرض يعني ينبثق من الأرض ترددات فكح لك كمجموعات فشرية نعم علينا الاستماع على هذه الترددات والتفاعل صح أي رائع جدا آمين آمين أي رائع جدا أي رسالة حب منهم أستاذ خاصة لكل مجموع أي طبعا نحن أيضا نرسل لهم حبنا وسلامنا نعم والأكوان نقول لهم تباركهم وتملأهم الأكوان العظيمة تملأهم بالمحبة وبالسلام الأبدي أي نعم كذلك لو تسمح لي الأستاذ في أحداث متسارعة أي آخوان في أحداث عيان متسارعة يعني آتي يعني متسارعة متسارعة وتتعاقب الأحداث أي آآ 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 آ� كتوبة. بكل فصولها وبكل كده. نعم. نحن بالفصل الاخير. نحن بالفصل الاخير. يعني تكون يعني جدا يعني ما ما باستخدم العبارات. يعني محتاجين فقط طاقة النور. طاقة والاتصال دي. عوائل الكونية تحبنا. ايه. رسائل الحب. لا تنتهي. هم كائناة جدا. جميع الاكوان. امين. اه تبعث رسائل الحب. امين. 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 نعم. اه استاذي. ما هل في رسائل ترددات. ايه? ايه? قريبا. سوف تستلمها الارض. ايه طبعا ايه? امين. في ترددات الشفاء. كذلك قريبا. ترددات ماذا? ماذا? ترددات شفائية. ايه صح ايه ايه. عظيمة جدا ايه. 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 في ترددات شفاء. رائع جدا ايه. موجهة الارض. ايه. كذلك اه الوعي للجمع البشري. نعم. اصبح منفتح يقولون. ايه فعلا ايه. ايه. فعلا ايه. صحيح. جدا ايه. ايه. اصبح الجمع يحس بريبا. يقولون ب ب ب ب الفوارق. وحتى اه يوجد الكثيرون. يقولون يوجد الكثيرون ايه. ايه. يستلمون رسائل. من عوائلهم الكونية. اهه. فعلا ايه كثيرون جدا ايه. صح. ممكن اه. هناك من يعلم من لا يعلم لكن الكل يحس. يقولون الجميع يرفع رأسه الى السماء. ايه. متجه الى عائلته الكونية. ليتلقى الرسائل. ايه. ايه. فعلا. جدا جدا ايه. فعلا. ايه. راء راء جدا ايه. الجميع يستلم اه ترددات المحبة يقولون. الجميع اه الذي يسمعوني يستلم بترددات المحبة والشفاء. ايه يستلم ايه. ترددات السلام. نعم امين. ايه. في كل الارض فعلا. جميع الاماني نعم جميع الاماني محققة. امين. وكل واحد يستمع لنا ممكن الان حاضر معانا او سوف يستمع لهذه المحاضرات نقول له ولها. ايضا كلنا نقول تستلم الان كل البركات الكونية. وكل الخيرات الكونية. روحك عواطفك مشاعرك تتجدد بضوء الاكوان ومحبة الاكوان. وروحك وعواطفك ومشاعرك تتجدد بحب واحترام وتحيات من عائلتك الكونية. كل واحد يسمعنا ايضا نقول له مرة اخرى. روحك تتجدد. عواطفك روحك احاسيسك تتجدد. بحب الاكوان بحكمة الاكوان وروحك وعواطفك تتجدد. احاسيسك تتجدد. بحب عائلتك الكونية التي تباركك. اينما انت تكون اي شخص يسمعني. اينما انت تكون. هذا سلام من عائلتك الكونية لك. لروحك المقدسة. فانت يا اخي يا اختي كان مقدس. انت قائد كوني عظيم. انت حياة عظيم. انت انت النجاح العظيم. عائلتك الكونية تباركك الاكوان. تباركك. استلم استلم. كل الخيرات الكونية. كل المحبة الكونية. وكل السلام الكوني في روحك. في عواطفك. في ظروفك. في كل ايامك. وانت تصعد ايضا الى عائلتك الكونية. تعيش سلام وتعيش امان ابدي. ومحبة ابدية وحكمة ابدية. طيب ممكن أيضا سؤال آخر هم ممكن يسمعوننا لأنه بما أنه الأرض هي مسطحة الآن تمام ماذا موجود بعد الانتراكتكا فهي الأرض مسطحة لو تخلون لو تكونون معايا يعني هي دائرية مسطحة وهي محاطة بدائرة ثلجية وبعدها يعني هذا في التسطحية بعدها موجودة أراضي جميلة جدا وكائنات مختلفة الأنواع موجودة هناك يعني فلو تسأليهم من فضلك وأنا أيضا أسألهم باسم السلام الكون نرفع لكم هذا السؤال يعني إنه باسم السلام الكون الذي أجمعنا بكم يا أخواني وأخواتي من الدروميدا نسألكم هذا السؤال من محبتنا ومن نوايانا في بناء الخير والسلام نريد أن نعرف ماذا موجود بعد الانتراكتكا بعد الدائرة الثلجية واضح بالنسبة لكي؟ أعتقد واضح تمام؟ وهل هناك المجتمعات السرية؟ هذا يعني معروف يقول لك إنه المجتمعات السرية تواجدهم أيضا يكون هناك يعني هذه الرسالة وصلت تحديدا مستعدة تقولها وصلت تناغمت مع إجابتك يقولون أن المعالم اليابسة الموجودة بالنسبة لنا والمعالم من القارات هي فقط هي تلك المسافات القارية اللي حطين عليها الماتريكس كمناخ كبرد كجفاف كعاصير المحدد نعم أما بعدها بعد الانتراكتكا بعدها هي فصل واحد وكأنها بالنسبة لنا منظورنا هي كلها خطراء بالنسبة لهم هي أرض جدا جميلة وشافعة هي محرمة بالنسبة لنا هي فقط بالنسبة لهم هي هي كأنها وحتى منظور الزمن في كلك الأرض هي مختلفة عن زمننا نعيش على سطح واحد جدا أنا منصدمة سطح واحد حاجز لكن بعد الحاجز وكأنه لا يوجد كهرومغناطيسية لا يوجد الجاربية أي مش موجودة جاربية يقولون لا توجد كهرومغناطيسية لا توجد جاربية لا توجد ما نراه من شم وإلى غير ذلك وكلهم مختلف مختلف تماما فقد تم تحديدنا نعم الرسالة المتتالية يعني وراء بعض وأستغرب نحن كأننا يعني محددين بشكل بحق المغناطيسي شكل نفس دوم يقولون دوم دوم يستدقى تعتنيها بالعربي كأنه قبة أو كأنه طاقة أو ما أعرف لكن الغريب أنه في مجتمعات بشكل الدوم قالوا لك بشكل الدوم اي 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 انا شوها دوم يعني اللي هو الماتركس قزك الكروي تقريبا نعم 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 كأنه لكن الدوم تشكلت بكهروم ناطيفية اي اه سلبية سلبية اه نعم 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 أما الجزء الآخر يعني أنا عايشي على نفس نفس السطح لكن الآخر كأنه ممكن يسميه بلغاتنا الجنة صحيح فهنا جدا جميلة اي المنطقة اللي بعد الانتراكتكا قارات كبيرة ودول كثيرة أو هي قارات يعني حقيقة اي صحيح اي وما في عندهم اعتقد ليل ما في عندهم حتى هاي الفصول الأربعة كما أنت وابعت لا 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 توجد لا توجد لا يوجد البرد ويوجد الثلوج لا يوجد التصحر لا يوجد الجفاع لا أبنى اي تفبركات يقولون يا بشر هكذا تم تحديدكم في البقعة التجارب السلبية كلها كانت اي اي تحديدنا كمجاعات وكجفاف وكهذا كله هو غير موجود وهل عملتها لدراكونيا هل عارها وايما قولنا ذلك اي 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 من الدراكونيا اي بداية بداية المدركون اي اي يقولون الاكوان جميلة الاكوان محبة جدا اي المصدر الخالق ضو كله حب كله اي السلام كله نور اي اي في كل بقعة اي اجمل من بقعة الاخرى هكذا يقولون امين صح اي ام بصراحة اشتابي يعني حقق جدا بالنسبة لي صادمة ولي اقول نور و السلام نور و السلام لك و لعالتك الكونية وأيضا تستلم عالتك الكوني ويستلمون كائنات لندروميدان ويستلم حلف الاتحادي الكوني محبة أبدية وتستلم الكائنات محبة أبدية وتستلم شعوب الأرض وأرضنا المحبة الأبدية